حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف من أن اجتداد الحرب وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة يخلق حلقة مميتة تهدد أكثر من واحد وواحد من عشر مليون طفل وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف إلى تعرض 90% من الأطفال دون سن الثانية إلى الفقر الغذائي الحاد بعيون يملأها الدموع وقف الأطفال النازحون في غزة ينعون آباءهم بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنازل على رؤوس ساكنها الطفل أحمد البالغ من العمر 13 عاماً أصبح العائلة الوحيدة لأسرته بعد فقدان والده وأعمامه عاد أبوي استشهد فيها وأخوي عاد تصاوف في رجله كان أبوي بعنيلي كثير في حياتي هو كان سند وعزوتي كان هو يليجي على المدرس يسأل عني يعطيه مصروف كان لما قبل ما أنام يغنيلي وخليلي ويحضنني قبل ما أنام وكان يطششني كل ما يكون مبسوط يطششني إحلال أخواتي وفي عمرها الصغير الطفلة رغد البالغة من العمر 14 عاماً فرض عليها القدر أن تصبح العائلة الوحيد لأخواتها الصغار وتتولى مسؤولية الأسرة بابا راح كان دائماً يساعد أمي في مسألة يساعدها يريحها شوي في الطبيق يساعدنا في الإدراسة الحين هو راح الله يرحمه وبصير أنا الحين بعمري هذا أحمل مسؤولية أكبر وقدر الإمكان أن أغطع أخواتي الأخوة الأصغر مني أنه ما حسسهم مش بغيابه وأنا عارفة أنه الأب فيش حدا بيأخذ مكانه يتجول الأطفال بين الخيام بحثاً عن الطعام لأسرهم ومن بينهما الطفلة ليلى البالغة من العمر 7 سنوات وأخوها خالد البالغ من العمر 4 سنوات اللذان فقد والدهما جراء قصف الاحتلال لمنزلهما وأصبح نازحين في احتياج للعلاج والطعام والشراب ومن بين النازحين أيضاً الطفل أحمد البالغ من العمر 12 عاماً الذي فقد والده وأقاربه وأصيب أخوه بات نازحاً مع من تبقى من أسرته دون ماء أو غذاء أو مال قصفت ضار علينا قصفت الزروق في النص قصفت الشبكتين لفوق ضار عمي وضار الحقيها فابن عمي والشهيد طار من الصور طار من الطبق الرابع على الأرض وأخويا نزرج لمكتوعة متصاوب وأبويا نزرج مساجد على الأرض على القبلة دغري وكن مستشد أما الطفلة آلاء البالغة من العمر 11 عاماً تسترجع بعينين باكيتين مع أخيها في منزل همى المنهدم جراء القصف ذكرياتها مع والدها أولي شي كنا قاعدين متخرف أخويا حكا لنا أنه أبي استشهد كنا صرنا نصيح ونبكي وإذا عندنا يعني صحية تاني إشي إحنا نمنع أجد حياة جديدة بدون أبي وفي وقت يهدد فيه القوع والعطش آلاف الأطفال النازحين في غزة يتحمل الأطفال مسؤولية إطعام وإعالة أسرهم في مأساة إنسانية مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي